في الحقيقة كل الحلقات التي قمنا بها لأن هذا هو الهدف موضوع هذا اليوم باختصار شديد اعترافات خطيرة من شيخ مسلم لماذا هذا الموضوع؟ لأنه في الحقيقة يلقي الضوء على الكثير من المواضيع التي تطرقنا إليها والتي أترناها وفي الحقيقة لم يجرء الكثير من الشيوخ على معالجتها لكن الشيخ وسيم يوسف قام بطرحيها في مقطع أريد أن أعرض لقطات من هذا المقطع وأعلق عليها وأشرحها بالتفصيل حتى نفهم جميعا الموضوع وبكل وضوح الشيخ وسيم يوسف كان قد ابتدأ في الماضي كنت أتابعه كان يفسر الأحلام لكن مؤخرا تجرأ أكثر وصار يتطرق إلى مواضيع أكثر أهمية من تفسير الأحلام إذن فلنتابع المقاطع ستكون مجزأة وكل مقطع سأتطرق إليه على حدة إذن أول مقطع نشاهد الشيخ وسيم يوسف يشرح هل يخفي الشيوخ أي أشياء من التراث الإسلامي؟ دعونا نشوف هل هناك أمور أشياء يخفيها رجال الدين عن الناس؟ أهام والغزوة اللي الآن الآن أقول لك حاجة أي؟ تعلم شو سبب يعني كثير من رجال الدين كره وسيم يوسف؟ لا لا والله شو تحليلك؟ أعلم أعلم شيخ أعلم شو تحليلك؟ وراجعت كثير أمور نعم شو تحليلك؟ تعرف ليه كثير رجال الدين يكذبون على وسيم يوسف ويألفون ويبترون المقاطع؟ شو تحليلك؟ شيخ قارب بداية كلام يقول لك لو كان غير داعية ما رح أسأل عنها تعني حتى نكسب وقت شو تحليلك أنت أنه الرجال الدين يكذبون هم مشايخ وليحة ويكذبون لأنه يردون الدين يصير من خلالهم فقط أيوة لأنه ما يردون حد أنا تربيت بينهم ودرست على أيديهم أنا إنسان تربيت مساجدهم ودرست على أيديهم وكثير أمور كنت غير مقتنع فيها بس لا أجر والله أخاف إذن سمعنا الشيخ وسيم يوسف يقول أنه أول شيء أنه تربى على أيديهم أو تربى بين أيديهم ودرست على أيديهم تربى بينهم ودرست على أيديهم هكذا قال بالحرف تربيت بينهم وروح للمساجد وتعلم على أيديهم لكن يقول أنه الكثير من الأمور أنه كان خايف خايف يبتدي يطرح إذا كان هذا هو حال شيوخ المسلمين فكم بالأحرى العوام من المسلمين شيخ يقول أنه درسها وأنه كان خايف خايف من بعض الأمور أنه يترها كم بالأحرى المسلم العادي لماذا؟ لأنه هناك سلطة من المجتمع هناك سلطة من السلطة من الحكومة هناك أدوات قمعية المجتمع حوالينا يقمعنا السلطات الدولة نفسها مكرسة نفسها لحماية الدين ما تخليش أي واحد لو واحد عمل تغريدة ممكن يتمسك لو عمل منشور على الفيسبوك ممكن يتمسك لو قال كلمات على الفيديو على اليوتيوب ممكن يتمسك فهناك أدوات قمعية متعددة بالإضافة للأسرة بالإضافة إلى المجتمع الجيران كل شخص حوله المدرسة الأساتذة كل شخص سيتحول إلى أداة قمع فالشيخ نفسه لم يستطع أن يتطرق إلى بعض الأمور لماذا؟ لأنه خايف بكل بساطة وهذا ما نقوله أن الخوف سبب في عدم خروج الكثير من الأفكار أو تجرؤ الكثير من المسلمين على طرح أفكارهم علانية ولذلك يحسبون أن الجميع لا زالوا مسلمين الكثير منهم ملحدون ولا دينيون ومسيحيون ولا أدريون ولا إلى غيره لكنهم الكثير منهم أيضا يتظاهر بالإسلام خوفا من هذه الآلة القمعية نكمل مع الشيخ وسيمي يوسف كنت لا أقتنع بمسألة الجواري كيف أنا كأمة إسلام أدعو للفضيلة والعدل أذهب أغزو قرية وأخذ حرمة حد واختصبها أنام معها أجامعها وأطالب ابنها يسلم أنا أحط نفسي في المنهج أنا ما كنت أقتنع بس مطالب مني أدرس هذا المنهج مطالب مني مطالب مني أن أقر لأنك كالطبيب لا أقتنع هذا العملي يمكن أن تموتها بس هم وقع ورقة بموت فكنا دائما مثلا تخيل أنا مسيحي ودخل علي جيش المسلمين يلا أخذ أمي أمي لأنا مسيحية أصبحت جارية خادمة ويجمعها آخر الليل علمت؟ وأنا كمسيحي كيف أدخل في الإسلام؟ وأنا أرى امتهان عرض أمي أمامي حين تعرف شو مشكلتنا أهل الإسلام ما نقيس المصائب على أنفسنا فأنت لا تأتي تطالب شاب أخذت أمه أمام عينه لأنا مسيحية وليهودية ونأم معها ذاك المبجل وجامعها وأسمع صراخ أمي في الليل ثم تريد منها ندخل الدين إذن أول شيء تطرق إليه الشيخ وسيم يوسف مسألة الغزو والسبي مسألة الغزو عفوا والسبي لماذا هذه المشكلة؟ وإحنا تطرقنا إلى مسألة الغزو والسبي وملك اليمين في حلقات كثيرة سواء في برنامجي الماضي أو في هذا البرنامج قال واعطى مثال رائع تخيل أنه واحد يعني أنت تغزو وتسبي أمه أو أخته أو بنته وثم تطالب هذا الشخص بأن يعتنق الإسلام دين يبيح لك أن تأخذ امرأته أو ابنته أو أخته ثم يقول لك هذا الدين سلم الشيخ لم يكن مقتنع بهذا الأمر لكن كان المفروض أنه يدرسه ويقبله ويسكت لأنه لو أثاره سيتهم بالكفر والزندقة وسيتعرض لمشاكل كثيرة وطبعا الشيخ وسيم يوسف تعرض لمشاكل بس بسبب نقدي للتراث هو ما تركش الإسلام هو رفض جزء من الإسلام من التراث الإسلامي لكن رغم ذلك تعرض للتنمر وتعرض للهجوم والتر في الأخير وأوقفوه من الخطابة في المساجل وأوقفوه حتى برنامجه لمدة معينة والآن عاد لكن أعتقد بنبرة أقل حدة لماذا؟ لأنه الآلة القمعية خلينا نشوف المثال الأول بتاع الغزو الذي ضربه الشيخ وسيم يوسف وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء متنى وتلات ورباع فإن خفتم ألا تعديلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم شيخ وسيم يوسف يريد أن يفهمنا أن الغزو هو جزء فقط من التراث الإسلامي المرفوض عنده لأنه صار شبه قرآني شبه قرآني تمسك فقط بالقرآن ما هو ملك اليمين جزء من القرآن يعني ده مش فقط جزء من السيرة أو من الحديد لا هو جزء لا يتجزأ من القرآن ملك اليمين آيات قرآنية أيضا فماذا سنفعل في هذا الأمر؟ ولذلك حينما أثير مسألة صفية هي تنطبق على حالة وسيم يوسف وأثرتها مرات كثيرة لأنه أي واحد حط مكانك حط نفسك مكان صفية أو مكان واحد من عائلة صفية صفية لما هجم محمد وغزى خيبر جمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله اعطني جارية من السبي جمعوا النساء المسبيات في هذه الغزوة قال اذهب فاخد جارية خد لك واحدة من المسبيات فأخذ صفية بنت حي فجاء رجل إلى النبي فقال يا نبي الله اعطيت دحية صفية لماذا اعطيته صفية؟ بنت حي سيدة قريدة والنظير يعني هي جميلة وسيدة في قومها لا تصلح إلا لك قال ادعوه بها فجاء بها فلما نظر إليها النبي قال اخد جارية من السبي نظر إليها شفها وشف جمالها قال له اخد جارية من السبي غيرها قال فاعتقها النبي وتزوجها ودي عليها علامة استفام كتير تخيل واحد يقول لك أنا سبيتها وأنا اعتقتها وجعل اعتقها صدقها يعني هو اللي سجنها وهو اللي اطلق صراحة وجعل اطلق الصراحة هو مقابل الصدا فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها قال نفسها لاحظ انه عين عينك يعني بيتحكوا على الناس ما أصدقها نفسها انه اعتقها من اللي سباها هو اعتقها وتزوجها حتى اذا كان بالطريق جهزتها له أم السليم فأهدتها له من الليل فأصبح النبي عروسا لسا رجعين من الغزوة لا زال حزنه على أبيها وعلى أخيها وعلى أهلها لا زال وفي الطريق دخل بها محمد الشيخ وسيم يوسف يقول ضع نفسك مكان الآخر ما أهو ده جزء لا يتجزأ دي واحدة كانت من زوجات النبي زوجات ويقولون قبلة الإسلام ويقولون انه اختارت النبي ويقولون كل هذا طبعا المغلوب على أمره ليس له حيلة إلا الردوخ والتاريخ يكتبه المنتصر طبعا ستقولون هذا الكلام لكن أي واحد عاقل سيعرف انه امرأة قتلت عائلتها وقتل والدها وقتل أخوها وقتل زوجها وكانت لا زالت عروس فهذا كله لا يجعلني يصدق بتاتا أن هذه المرأة قبلت محمد كزوج لها وهو قاتل أسرتها إذن هذا جزء لا يتجزأ من تاريخ الإسلامي هذا تكرر على عهد الخلفاء وتكرر على عهد الخلافة الأموية والعباسية والعثمانية ولا زال يتكرر بأشكال وطرق متعددة في بعض مناطق العالم الإسلامي ملك اليمين ملك اليمين جزء لا يتجزأ من تاريخ الإسلامي فكيف سنتخلى عنه الشيخ قالها بصراحة أنه كان لا يقبله وأنه مشكلة موجودة في السبيل الكثير من المسلمين يريدون أن يدافعوا أهو شيخ اعترف أن هذه مشكلة في التراث الإسلامي أهو شيخ دارس وفاهم ويمتهن الخطابة وعنده برامج وقال أنه فيها مشكلة لازم يأتي وقت الاعتراف وأنا أشكر الشيخ وسيم يوسف أنه اعترف بهذه الحقيقة خلينا نكمل مع الشيخ كثير الأمور يخفيها رجال الدين كثيرة كثيرة هم عندهم أن الجارية عورتها من سرة للركبة عادي البنت تمشي وصدرها طالع والناس يشوفونها لا كرامة موجودة في كتب الفقه بس هم لا يحبون أن يتكلم بهذا الأمر موجود موجود بكتب الفقه حكما الدابة والغلمان وهذه الأمور موجود دونت في كتب الفقه بس هم لا يحبون أن يتكلم بهذا الأمور يقولك لا تبرز هذا الأمر للعامة لا أخفي أخفي العامة لا يصلح أن تعطيهم تعدد آراء أعطيهم رأي واحد موجود موجود عندنا مصائب في كتب الدين والفقه موجودة كثيرة بس هم لا يحبون أن ينقشون ولا يحبون أن يعرضها عن الناس و إذا عرضت يقول لك فلان يشكك و إذا عرضت إذا عرضت يقول لك دقيقة دقيقة إذا عرضت يقول لك يشكك الناس في الإسلام لا أنا ماشى هذا موجود في كتب الإسلام شايف نفس الشي اللي يحصل معانا يحصل مع الشيخ وسيميوسف يشكك بالإسلام عدو الله عدو الإسلام عدو هذا المجرد أني أبرز ما في التراث الإسلامي ما في التفاسير ما في الأحاديث ما في القرآن نفس الشي نفس الميكانيزمات الشيخ يقول أنه في التراث الإسلامي في مصايب فعلا في مصايب و لازم حان وقت الاعتراف إلى متى تجملون وترقعون إلى متى حان وقت الاعتراف الشيخ وسيميوسف ذكر مثال عن عورة الأمة و هذا المثال الثاني الذي سنتطرق له عورة الأمة عن عمر بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي قال إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظرن إلى عورتها و في رواية أخرى فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة دفسنا الكبرى للبيهاقي الشيوخ الشيوخ و علماء الإسلام غالبيتهم جمهورهم اتفق أن عورة الأمة هي ما دون السرة و ما فوق الركبة الصادر الأمور الأخرى ما فيش مشكلة بل أن ابن عمر كان حتى هذه الأمور يستبيحها يعني يروح و يعني يفحص الأمة من الصدر و منها المؤخرة عفوا على الكلام يعني هذا موجود في التراث الإسلامي أنا ما ليس دعوة بيه أنا مش أنا اللي قائل هذا الأمر هذا موجود في التراث الإسلامي و نقرأه أرى المداهب حتى لا يقول قائل أنت تنتقي و أنت كذا و كذا من الأمور التي اعتدت عليها أرى المداهب في عورة الأمة و ده من تحفة الأحودي الجزء الثاني صفحة 329 و فرق الشافع و أبو حنيفة و الجمهور بين عورة الحرة و الأمة فجعلوا عورة الأمة ما بين السرة و الركبة كالرجل ما بين السرة و الركبة كالرجل إذن عورة الأمة هي كعورة الرجل و فرقوا بين الحرة و الأمة و يقولون أن الحجاب هو الستر المرأة و يقولون كل هذه الأمور الشيخ وسيم يوسف يقول أن هذه مشكلة في التراث الإسلامي و أنه لو تكلم عنها سيتورون ضدها لكنه تجرأ وتكلم يعني مقتطفات و رغم ذلك طالته آلة الخمة الإسلامية خلينا نشوف المزيد من الشيخ وسيم يوسف لما يجيني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يطف على نسائي التسع و بغسل واحد وتذكره لا تشكك هذا موجود في كتب الإسلام لما يجيني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يطعمني الله و يسقيني و حديث آخر يربط الحجر على بطنه موجود في كتب الإسلام ليه تخفون من الناس ليه تخفون من الناس ليه فهذا موجود عجبني كيف يقول ليه تخفون من الناس ليه تخفون من الناس طبعا هذا السؤال وجيء ليه تخفون من الناس لماذا الخوف طالما موجود هو ذكر شيء معين طواف النبي على نساء و انا اعترتها في ردي على الشيخ عبدالله رشدي و يقول لك سوات سوات او شيخ وسيمي يوسف شيخ مسلم يخطب في الناس و ما قال سوات قال لك انه مشكلة طواف النبي على نسائه بغسل واحد اهو في صحيح مسلم واحنا بنشارك مع الناس النصوص اه لعلو عسى حد ما يكونش سامع عن هذا لماذا و عن أنس ان النبي كان يطوف على نسائه بغسل واحد مشاء الله على النظافة النظافة من الإيمان مش هكذا علمتمون يعني مشاء الله على النظافة يدرب به المثال في النظافة قمة النظافة الفي الليلة الواحدة عنده pie عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله كان يطوف على النساء في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة صحيح البخاري هذا النبي الذي يقوم الليل والذي يتهجد والذي 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 وجدنا أنه حتى لو قسمها بالساعات يعني ستطلع له أقل من ساعة عند كل واحدة وفي رواية 11 مش 9 حتى لو عايز تقسم الوقت صحيح عن قتادة أنه كان يدور على النساء في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11 قال قلت لأنس أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 إذن موجود في كتب الإسلام موجود هذا الأمر طواف النبي على النساء ماذا سنستفيد من هذا الأمر وإحنا قلنا أن هذه أشياء مخزية وليست أشياء نفتخر بها ونستدل بها على نبوة هذا الرجل خلينا نشوف المزيد من الشيخ وسيم يوسف فعندنا كثير أمور رجال الدين يخفون 90% ويخشون والله يخافون يطلعون أنا كنت دائما أتمنى أصحاب الفكر المتشدد يطلع يفتي للناس والله أمنية حياتي أصحاب الفكر المتشدد يطلع يفتي للناس لن يستمر لماذا لو نتبنى تراثا فيه مصائب لن يستمر لأنه يتبنى تراث فيه مصائب ومن بين الأشياء اللي كان ذكرها في المقطع ما قبل هذا اللي كان ذكرها الشيخ وسيم يوسف وأريد الإشارة إليها هي مسألة جوع النبي خلينا نعود إليها مسألة جوع النبي عن عائشة قالت نهى رسول الله عن الوصال رحمة الله فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني دف صحيح البخاري الفكرة أنه نهاهم على الوصال وصلوا أنه يصوموا أيام متواصلة دون أكل أو شرب أيام متواصلة نهاهم عن ذلك عن الوصال فقالوا له أنك تواصل أن أنت بتفعل هذا الأمر قال إني لست كهيئتكم أنا مش مثلكم أنا عندي ربي يطعمني ويسقيني يعني أنا لي طعامي الخاص أنا مش مثلكم فأنتم ممكن يحصل لكم أذى أنا يعني الجوع لن يؤثر فيه والعطش لن يؤثر فيه لأن الله يسقيني ويطعمني طيب في نفس الوقت قال لك إحنا نجد في روايات أخرى طيب صحيح مسلم أنه عصب رسول الله بطنه فقالوا لما عصب رسول الله بطنه قالوا من الجوة طيب كان بيتألم وحاطط عصابة على بطنه من شدة الجوة طيب لماذا جاء به هذه الدرجة والاثنين الحديثين موجودين في الصحيحين طيب نعمل فيها أي ما واحد يناقض الآخر لازم المسلم يقبل ويسكت يسكت طيب في مسند أحمد عن جابر قال لما حفر النبي وأصحابه الخندق أصابهم جهدون شديد حتى ربط النبي على بطني حجرا من الجوع وفين ربي يطعمني ويسقيني فين هذا الأمر الآن لا يطعمك ولا يسقيك الأمور متناقضة ولذلك الشيخ وسيم يوسف هو فقط مثال على المشكلة التي تواجه المسلم في حلين عند كل مسلم يريد أن يواجه التراث الإسلامي لو درسوا بعمق الحل الأول أنه يترك هذا الدين لأنه سيصدم بما فيه مثل حالتي من حالة عشرات الآلاف بل ربما مئات الآلاف من الناس يحصل معهم هذا الأمر وبيتجهوا الاتجاهات مختلفة الحل الثاني أنك تبتدي ترقع تبتدي تجمل واحد يقول لك أنا أخذ القرآن فقط واحد يقول لك أنه مش كل الأحاديث الصحيحة صحيحة واحد يقول لك لا مثل شحرور يقول لك لا هي النساء مش هي النساء يبتدي يفسر الكلمات تفسير تفسيرات جديدة يعني لو عايز ألخصها الحل الأول تترك الإسلام الحل الثاني تعمل لك دين على مقاسك تفصل لك دين على مقاسك كل واحد عامله الآن دين على مقاسه الدين على المقاس هذه هي الحلول التي يتوجه إليها بعض المسلمين في هذه الأيام خلينا نكمل مع الشيخ وسيميوس تخيل أنا مثلاً أقول لك تسأل واحد ما حكم مسلم قتل رجل مسيحي في وطنه وش الجواب تتوقع يا شو اسمك أبو سلمان شو الجواب تتوقع سيقول لك لن يرح رائحة الجنة لكن ليس مخلد في النار آخر الشيء يدخل الجنة لكن لا يقتل ليه لأنه مسلم ممنوع تقتله لا يقتل مسلم بكافر زين لو أنا ذهبت لأوروبا وقتلني مسيحي وجاء القاضي قال أوكي بس يدفع الدية وممنوع تقتله ليه لأنه مسيحي شو رأيك أنت إحنا ما نقيس الأمور إحنا نقيس الأمور بس لصالحنا ما نقيس الأمور لصالحهم عجبني أنه قال لك ما نقيس الأمور لصالحنا ما نقيس الأمور لصالحهم نقيس الأمور فقط لصالحنا طبعاً ده بلخص المبدأ المسيحي المعروف اللي هو يسمى الجولدن رول أو القاعدة الذهبية كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم هكذا يفعلوا أنتم أيضاً بهم هي أساس القوانين في الغرب الجولدن رول هي أساس القوانين واحترام حقوق الإنسان في الغرب ولذلك نجد حقوق الإنسان متقدمة في البلدان التي لها أصول مسيحية أو لها إرت مسيحي ولا نجد حقوق الإنسان متقدمة في بلدان أخرى بالمقارنة مسألة لا يقتل مسلم بكافر المثال الخامس الذي ضربه الشيخ في هذه الحلقة لا يقتل مسلم بكافر ده الحديد طويل خليني أقرأ الشاهد الذي نريده من هذا الحديث أنه لا يقتل مسلم بكافر صحيح البخاري في الصحيح أنه لا يقتل مسلم بكافر بمعنى أني لو قتلت كمسلم عمداً شخص مسيحي يهودي أي دين آخر لا أقتل حين أحاكم بهذه الجريمة لن أقتل أدفع الدية فقط وهذا تشجيع على قتل غير المسلم بطريقة غير مباشرة لأنه في الأخير أعرف أنه ليس هناك أعدام في حقي وأني سأدفع مقابل مادة طيب واحد غنيب يمكن يروح يقتل أي عدد من الأشخاص هل هذا فيه تكافؤ للدماء لماذا؟ لأن دم الكافر أرخص من دم المسلم في عرفهم وهذه مشكلة ويقبلها المسلمون ويدافعون عنه وستجد ممكن يطلع لنا الشيخ عبدالله رجلي يدافع عن هذا الدين يقول لك سوت لا فيه مش سوت لماذا لا يقتل مسلم بكافر؟ لماذا؟ في أي قانون سترضون بهذا لو مثلاً كما قال هو لو مسلم قتلوا شخص في أي بلد غربي ولم يحاكم بنفس الطريقة التي يحاكم بها أي شخص آخر وقالوا أنه يجوز قتل هذا الرجل ويدفع مقابل مال سيقولون الغرب وانظر إلى عدم وجود العدالة وانظر إلى انعدام القوانين وانظر إلى حقوق الإنسان وستقوم القيامة لكن هم يؤمنون بهذا دون أي مشكلة لأنهم يعتقدون أن الله فصل القوانين القوانين للمسلمين وقوانين لبقية العالم هم الأعلون هم؟ هم الأعلون ممكن أن يعملوا في الإنسان ما شاءه هذه هي العقائد التي يولدها نص مثل هذا في صحية البخاري في باب خاص باب لا يقتل المسلم بالكافر في كتاب الديات باب باب لا يقتل المسلم بالكافر دية الكافر على فكرة هي نصف دية المسلم دا مش فقط لا يقتل المسلم بكافر دية الكافر نصف دية المسلم هو النص النص بتاعه قال دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن سنة الترميدي باب ما جاء في دية الكافر يعني حتى المقابل المادي هو نص نفس مسلمة ولا يريدون أن يتساءل أي شخص عن هذا الترمي أنت عدو الله أنت تشكك لا من حقي لأن هذا يمس حرية الإنسان يمس قيمة الإنسان يمس كرامة الإنسان يمس دم الإنسان ولذلك قامت عندنا جماعات مثل القاعدة وداعش وغيرها وغيرها لماذا؟ لأنهم متبعوا مثل هذه النصوص فالشيخ وسيم يوسف له كل الحق أن يتساءل عن هذه النصوص وكانت له الجرأة وأنا أحييه على ذلك لا ما فيش كتير من المسلمين عندهم هذه الجرأة ما فيش الكتير ربما خوفا ربما البعض يدافع بدافع الانتماء ربما بدوافع كتيرة لكن أنه حييه على هذه الجرأة خلينا نشوف مزيد من الشيخ وسيم يوسف تقول لك لا تبني كنائس في الدول العربية يا مرتزقة يا كفرة وإحنا نطالب نبني مساجد في أوروبا ونزعل وإحنا عدنا مساجد في أوروبا ونزعل إذا ما بنينا مساجد نزعل تقول لك يأتي رجل دين أخرجوا المشركين من جزيرة العرب لماذا لم يخرجهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ألم يسمع الحديث؟ لماذا لا يخرجهم عمر ألم يسمعهم الحديث؟ ما حد صحابي سمع الحديث وذهب لعمر وعثمان وعلي وقالهم أنتوا ليه مجعلين مشركين جزيرة العرب؟ ليه؟ يعني ويش هذا الحديث اللي ما سمعوا فيه الصحابة كلهم وما خبروا وين نصح ولي الأمر؟ فرضا أنا الصحابي وسمعت الحديث أين نصيحتي لولي الأمر؟ أنا أذب لي أبو بكر أو عمر أو عثمان أو عليه وقالهم أخرجوا المشركين لماذا لم يخبرهم؟ لماذا لم يطبقوا وسيط النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن أنت يا أما تطعن في الصحابة أنهم لم ينصحوا أو لم يسمعوا ولا كيف هذا الحديث وصلنا؟ كيف هذا الحديث جاء نقل إلينا ولا يما يسمع به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ في تساؤلات كثيرة نعم في تساؤلات كثيرة كان الله في عونك يا شيخ وسيم إذن نعود إلى مسألة يعني عدم وجود عدل في القوانين يعني قال يبنون مساجد في أوروبا وفي الغرب ولا يسمحون بناء الكنازة هذا شيء معروف يعني العدل في البلدان الإسلامية يبكي الجن لو سمعوا به ويستضحك الأموات لو نظروا كما قال جبران خلي جبران إذن نعود إلى الحديث ماذا لو قتل؟ أكمل الفكرة السابقة وثم آتي للتعليق على مسائل أتارها في هذا المقطع ماذا لو قتل مسلم يعني واحد معاهد من أهل الدم من المسيحيين أو اليهود عن عبد الله بن عمر عن النبي قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عام من مساحية البخاري ها يقول لك أهو 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 الإسلام قال أنه مش حيشم رائحة الجنة وريحها من 40 عاما لا قالوا أنه غير مخلد في النار هو سيبقى محروم من الجنة مدة معينة فقط ثم يعود للجنة قالوا هذا علماء الإسلام يعني لم يرح رائحة الجنة مش معناه أنه سيحرم منها للأبد لا قالوا أنه سيدخلها لأنه أي مسلم شاهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله غير مخلد في النار فهو سيقضي مدة يعني مدة معينة ثم يعود للجنة وهذا مش كلامي أنا فتح الباري قال أنه المراد بهذا النفي وإن كان عاما التخصيص بزمان ما يعني بمدة ما لمتى عضت الأدلة العقلية والنقلية أن من مات مسلما ولو كان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلام غير مخلد في النار وما قاله إلى الجنة ولو عذب قبل ذلك يعني هو عذاب معقد ماشي إذن ما فيش أي إشكال في هذا الأمر طب ما جزاء من يقتل من يقتل مؤمن مؤمن مسلم يعني متعمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد له عداما عظيمة بالمقابل يعني اللي بيقتل واحد غير مسلم بيروح عنده يعني شوية مدة يقضيها بعيدا عن الجنة ثم يعود للجنة لكن لو واحد قتل مسلم بنص قرآني أنه جهنم خالد فيها يحيى العدل الإسلامي يحيى العدل الإسلامي هذا هو العادل هذا هو الرحيم هذه صفات الله في الإسلام يحيى العدل الإسلام ثم تكلم الشيخ عن مسألة أخرج المشركين قال ذكر الحديث والحديث مروي عن ابن عباس خلينا نقرأ عن ابن عباس قال يوم الخميس ما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه الحصبة فقال اشتد برسول الله وجعوا يوم الخميس فقال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا ده موضوع يمكن لازم أخصص له حلقة أو مقطع فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا هجر رسول الله يعني ابتدى يهدي فقال قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه وأوصى عند موته بتلات لاحظ إنه فيه عند موت محمد أوصى أخر أشياء نطقها أخرجوا المشركين من جزيرة العرب دفصحي البخاري أخرجوا المشركين من جزيرة العرب اليهود مشركون في نظر المسلمين المسيحيون مشركون في نظر المسلمين وغيرهم أيضا مشركون لأنهم أشركوا مع الله اليهود أشركوا عزير والمسيحيون أشركوا المسيح والعرب أشركوا الأوتان والآلهة الأخرى كل من هو غير مسلم ممكن أن تضعه في خانة الشرك إذن أخرجوا المشركين من جزيرة العرب جزيرة العرب هي تضم البعض توسع فيها حتى اليمن داخل جزيرة العرب في حديث آخر في ساحة مسلم أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلمان هنا حدد بالضبط اليهود والنصارى حتى لا أدعى إلا مسلمان ده هي النصوص ده اللي تخلي أنه السعودية ما تسمحش ببناء كنيسة في السعودية ده اللي تخلي أنه حتى العمالة الموجودة هي مؤقتة مش حيسمحوا بوجود دينين في جزيرة العرب لأنه موجود لا يترك بجزيرة العرب دينان ده حديث أيضا ما فيش دينان يلتقيان في جزيرة العرب إذن مش حيسمحوا لأنه عندهم نصوص مثل هذه وبالتالي الشيخ واسيم يوسف يقول كيف أنه إحنا بنطالب وبنبني مساجد وبنعمل كل شيء بالمقابل لا نسمح لأنه عندنا نصوص مثل هذه ثم يقول كيف لم يسمع عمر بن الخطاب بمثل هذا الأمر لا عمر بن الخطاب سمع لأن عمر أجلى اليهود صحيح بخاري عن ابن عمر عن ابن عمر عفوا عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز عمر هو اللي أجلى عمر اللي نفد وصية النبي لأخرجن عمر نفد أخرج أجلى اليهود والنصارى فهو يتساء لا أدري هل يعني لم ينتبه الشيخ واسيم لا أعتقد أنه لا يعلم بهذا الحديث لا أدري ما الذي حصل لكن على العموم النصوص تقول عكس ما يقول الشيخ واسيم يوسف نعم عمر سمع ونفذ وهذا حال الخلافات المتعاقبة سمعوا هذه النصوص وعملوا بها ولذلك طبقت في جزيرة العرب إذن ما هيش حديث جاي من طريق واحد ما سمعوش حد لم يعمل به أي حد لا عمل به من الفترة الأولى للإسلام وتعاقبت بعد ذلك الخلافات مطبقة لهذا الحديث فإذن فكرة أنه عمر لم يسمع ويستخدمها كحجة فكرة مرفوضة أساسا أو لا تصح خلينا نكمل مع الشيخ واسيم يوسف أنت لو تتعمق بالمصائب التي يخفيها رجال الدين أغلب لماذا الشباب الآن لا يريدون سماع خطابهم لأننا غير واضحين مع أنفسنا حنا غير واضحين مع أنفسنا حنا مجالسنا الخاصة تختلف عن العامة يأتي أحدهم يقول السمع والطاع لي ولي الأمر ويتمنى فتوى حكم المتغلب الإنقلاب يتمنىها أي دولة الآن يقول لك السمع والطاع لي ولي الأمر إذا هو قوي بس إذا ضعف ولي الأمر وحد قلب عليه حكم المتغلب يا دكتور وسيم وش حكم المتغلب أطيع الأقوى خلاص ليه حقنا الدماء المسلمين وين الطاع لي ولي الأمر وين الولاء ما يسكتون إذن الشيخ يتحدث عن طاعة ولي الأمر يعني الشيوخ لما يكون دولة فيها ولي أمر متمكن وولي أمر عنده سلطة يقولون طاعة ولي الأمر لكن حين تضعف سلطته يعني يتورد ضده نوعا ما ما مرد هذه التصرفات مردها إلى النصوص أيضا الشيخ وسيم يوسف هو يتساءل من النصوص من النصوص الإسلامية هو ما جابش شيء من رأسه الشيخ درس هذه النصوص وخلقت لديه مشاكل في تفكيره وأراد أن يترحم في مكلمة أو جزها واختصرها تخيل لو عمل حلقات يفصل فيها ماذا كان سيحصل لن يسمح له بذلك هو مقيم الآن في الإمارات هو من أصل أردني فهم ممكن يسحبوا منه الجنسية في أي لحظة في الإمارات وقد تقريبا تعرض لمضايقات كانت قد تؤدي به إلى هذا المآل لكن نرجو له كل الخير لا نتمنى له ذلك لكن أنا أتحدث عن الآلة القمعية الإسلامية الموجودة هو ذكر طاعة ولي الأمر خلينا نشوف طاعة ولي الأمر في هذا الإطار عن عبد الله عن النبي قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره يعني لولي الأمر ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ده في صحيح بخارج طب ده يعني أنه حتى لو كان الحاكم ظالم طالما أنه لم يأمرك بمعصية تخالف الكتاب والسنة فما فيش مشكلة أنك تطيعه يعني شخص مثل القذافي ممكن تطيعه شخص مثل أي ديكتاتور ممكن تطيعه ما فيش مشكلة طاعة ولي الأمر وفيما أحب أو كره يعني لو شيء أحبه أطيع طبعا لكن لو شيء أكره على هي بالسمع والطاعة حتى لو كان ضد مصلحتي مع العلم أن الحكومات والملوك والرؤساء موجودون لخدمة المواطن حتى يسعوا لخدمة المواطن لكن هذا المفهوم غير موجود في الشرع الإسلامي في الشرع الإسلامي هو الولي يطاع يطاع أنتم رعيته تحت يعني هو يتكرم عليكم يتكرم عليكم فيما أحب أو كره حديث طاعة ولي الأمر كثيرة عن أنس عن النبي قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة صحيح البخاري قال لك حتى لو استعمل عليكم عبد حبشي لازم تطيعوا وهنا في هذا الحديث أمور كثيرة أولا التمييز العنصري يعني هذا يعتبر في نظرهم أبشع شيء ممكن يحصل اللي كتبوا هذا الحديث أو اللي نقلوه وهذا موجود حديث صحيح إذن أحاديث طاعة ولي الأمر بتقول لك حتى لو كان عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وتولى عليك ومش مش عاملك معاملة جيدة لازم تطيعه طيب لو حصل انقلاب ده ده ممكن نضيفه في تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ وأخذ مالك فاسمع وعطيه يعني لو الأمير ضرب ظهرك وأخذ مالك عليك بالسمع والطاعة ده صحيح مسلم أحاديث طاعة الأمير كتير الآن يقولون الشيوخ في السعودية طاعة الأمير ظالم مش ظالم هذا لا يهم مهم تطيع ولي الأمر في كل مكان ينادون بطاعة ولي الأمر في توضيح لشرح الجامع الصحية يقولون الفقهاء يجمعون على أن الإيمان متغلب طاعته لازمة ما أقام الجماعات والجهاد فإن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن للدماء وتسكين الدهما طيب لو كان هناك واحد تغلب تغلب يعني أخذ الحكم بالسيف برضو الطاعة للأمير برضو لازم تطيعه طب فين الشيخ وسيم يوسف يقول فين طاعة الأولاني فين طاعة الأولاني شيخ وسيم يوسف بيتسال في هذه الأمور لأنها تخلق مشكلة عند أي شخص يفكر في هذه الأمور طيب فين طاعة الأولاني هو المتغلب يجوز له الحكم عند الفقهاء وعند المحددين يجوز أنه لو تغلب أخذ الحكم بالسيف قلاص لازم طاعته ما فيش أي إشكالية طاعة الأولاني راحت طب فين طاعة ما أنتوا بالأمس كنتم تقولون طاعة ولي الأمر وطاعة مش عارف وطاعة كده ولازم تطيعه حتى لو كان ظالم حتى لو كان جائر وحتى لو كان كده لكن بمجرد أنه يتغلب عليه شخص آخر بالسيف ويأخذ يعمل انقلاب ويأخذ الحكم بالسيف طاعة الثاني واجبة أيضا انسى طاعة الأولاني راحت هذه المسائلات تناقص طبعا لماذا لأنه سيحصل لهم ما يحصل للشيخ وسيم يوسف خلينا نكمل معه أغلب رجال الدين تحريم النشيد الوطني وضد النشيد الوطني ويرون حرمة الوقوف للنشيد الوطني ولما يعزف النشيد الوطني يقومون ليه لأن الدولة قوية بس إذا الدولة ضعفت بجلس وإجر على إجر إجر على إجر وما أحد يقدر يتكلم معي ما أحد يقدر يتكلم معي أغلب رجال الدين في عصرنا ضد بناء الكنائس ويريدون ويجمعون تبرعات بناء المساجد فوروبا بس ما يقدرون يتكلمون ما يقدرون يسنطون عندهم تقية حنا نقول لك والله يأتي رجل دين يقول لك الشيء عندهم تقية حنا عندنا تقية حكم المتغلب تقية حكم النشيد الوطني التقية حكم الوقوف للعالم العالم تقية شفت أن هم يعني لكل مكان أو لكل مقام المقال فهما لو الدولة قوية وأجبرتهم يسكتوا ويقفوا للعالم تحية للعالم لو الدولة ضعيفة يقول لك العالم شرك تحية العالم شرك لا أقف للعالم هو بيفضح النفاق بتاع الشيوخ الآن الكثير من الشيوخ صامتون مثلا في السعودية ابن سلمان قمعهم ما فيش صوت للشيخ العريفي ما فيش صوت لكل الشيوخ التانية لماذا؟ لأنه جاءت سلطة قوية يسكتوا هم يختفوا يختفوا لحد ما تمر الزوبعة يعني شوف أيام مرسي الشيخ محمد حسان تقريبا صار هو نائب الرئيس يعني يدخل وتشوفه على المرسيدس ورايح هنا ويعمل الخطب وعرقان ويصدح بأعلى صوتي وكذا 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 مجرد أن ظهر السيسي تقريبا ما له الصوت والزغبي وحسن يعقوب والحويني وكل هؤلاء ما تشوفش ما تشوفهمش الآن على الفضايات كما كانوا في وقت مرسي لما تكون الدولة ضعيفة بيبتدوا يستأسدوا يقول لك لا يعني هذا الشرك ومش لازم نعمل كده ده حتى نادوا بالجهاد في سوريا في القاهرة يعني نادوا أنه لازم نذهب للجهاد في سوريا لكن لما تكون السلطة الحاكمة قوية خلاص انتهى الأمر وعلى فكرة الذين نادوا بطاعة الأمير مرسي في هذه الحالة هم نفسهم سينادون بطاعة السيسي لماذا؟ لأنه في نظرهم هو حاكم متغلب أخذ ولا أدري لماذا الإخوان غاضبون لأنه تردكم يقول ينبغي طاعة ولي الأمر الجديد خلاص ترد الإسلام يقول لك بما أنه تغلب وأخذ الحكم خلاص ينبغي أن تستسلم ما فيش أي مشكلة إذن الشيخ وسيم يوسف يفضح يفضح سكوت الشيوخ يفضح صمت الشيوخ على هذه الأمور موجودة في الترات الإسلامية خلينا نكمل معه يا رجل عندنا زواج المسيار وغيرها ابن عاشور أجازة المتعة مع شروطي طبعا وساكتين ومن أمة أهل السنة بس عندنا توقيا عندنا ضد هذا طبعا لكن عندنا توقيا مثلنا مثلهم بيقول لك إحنا عندنا توقيا مثلنا مثل الشيعة اللي بنتهمهم بتوقيا إذن هو بيختصر الأمور يقول إحنا بنعاشور أجازة المتعة طبعا بشروطها لكن هي أصلا مشكلة زواج المتعة أو سموه زواج زواج المتعة أصلا هي مشكلة لأن محمد شرعه وحرمه ثم شرعه ثم حرمه والمسلمون مش عارفين آخر شيء كان تحريم ولا استمر حلال والأحاديث عند أهل السنة تثبت أنه استمر في عهد محمد لآخر حياتي وفي عهد أبو بكر وفي عهد عمر واللي حرمه هو عمر المشكلة أنه أحاديث السنة بتثبت هذا الأمر فالشيعة عندهم حق في هذه الحالة أنه زواج المتعة استمر هل هو عمل أخلاقي دي مسألة أخرى أنه ما هو الفرق بين زواج المتعة والزنة لا أرى أي فرق كل لمدة معينة مؤقتة وبمقابل لا أرى أي فرق ومع ذلك يدافعون عنه الشيخ وسيم يوسف قال أنه لازم هذا الأمر يعني يخلينا منفقين نخفي شيء ونظهر شيء آخر هو قال في جملة من جملة ما قاله في المقاطع قال بيقول لك لا ينبع أن تظهر هذا هذا الأمر للعامة لماذا ممكن يكفره لو أظهرنا هذا الأمر فلازم تخليه ده في المجالس الخاصة بين الشيوخ والدي كان شيخ طبعا أحاديث الشيوخ بينهم لا تشبه شيء أحاديثهم مع بقية الناس أنا حضرت اجتماعات كانوا بيجتمعوا ويتكلموا في أشياء لو سمعها شخص آخر لا استغرب لا استغرب بيتكلموا في أشياء تخلي الناس لو لو أظهرت للعامة تخلي الناس أنه ممكن يتركوا الدين هذا ما نفعله في البرامج نظهر للناس ما يحاول الشيوخ إخفاءه هذا هو ببساطة شديدة نحن لا نقوم إلا بإعلام الناس بما هو مخفي خلينا نشوف شيخ وسيم يوسف في لقطات أخرى 90% يخفون رجال الدين من المعلومات 90% ولا يريدون الناس أن تعلم ولا يريدون الناس أن تعلم ويحرفون الكلام ويكذبون صور والله العظيم يكذبون إلا من رحم الله والله يكذبون موجود فعادي يا أبا سليمان لم استغرب أنت تجارة سيدي هو بيحلف أنهم بيكذبوا أنها تجارة أنه يخفون الكثير من الأمور الشيوخ عارفين أنه البساط يصحب من تحت أيديهم من تحت أرجولهم الآن وأن الحكم ما صارش في أيديهم أنه الانترنت والفضائيات الآن والمواقع فضحت كل شيء وبرامج مثل هذا البرنامج فضح كل شيء الشيوخ الآن في حيس وبيس مش عارفين مش عارفين ماذا يفعلون لكن الشيخ أنا أحيي مرة أخرى الشيخ وسيم يوسف لأنه يقول الحقيقة المخفية الحقيقة التي لا يريد أن يقولها الشيوخ في أماكن أخرى يريدون أن يبقوا هما مصدر الدين كان زمان أنه أي شيء وحد الآن بعض الناس يقومون بهذا أي شيء تريد أن تقوم به لازم تسأل الشيخ في اللباس في الأكل في الشرب في الخروج في الدخول في الزواج في الطلاق في الإرد في كل شيء يتدخلون في صغيرة وكبيرة في الحقيقة كانوا هما القانون في الحقيقة كانوا هما حياتك لحد الآن بيتصلوا الناس في الفتاوى ويدخلوا في المرأة وفي الرجل وفي الطفل وفي كل شيء يفهمون يعتقدون أنهم يفهمون في كل شيء في لباس المرأة أو سروالها قصير ولا طويل وضيق ولا واسع في حواجبها تعملهم عن مين ولا مش عن مين نامسة ومتنمسة وكلام من هذا القبيل بيتدخلوا بيتدخلوا في كل شيء لكن حان الوقت أن يقفوا عند حدودهم المعلومة ليست ملكا لهم اليوم الكتب موجودة على الانترنت النصوص تعرض على الفضائيات وعلى اليوتيوب وعلى الفيديوهات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ممكن ببحث بسيط طلع كل النصوص التي ممكن أن يخفوها الآن تغير الوضع ولذلك الشيوخ هم الآن في وضع لا يحسد عليه والشيخ وسيم يوسف قال أشياء ربما كانت تدور في قلبه منذ مدة لكن أباح بها لمتصل واحد وأنا يعني أعجبت بهذه الجرأة على الأقل حتى لو ما وصلتش إلى جرأة كاملة على الأقل أنها وصلت إلى هذا الحد من الصراحة مع النفس من الصدق من قولي الحقيقة خلينا نسمع مقطع آخر للشيخ وسيم يوسف والله العظيم أغلبهم لا يستطيع أن يتكلم بفتوى التي يتبناها على الهواء أقسم بالله ما يستطيع ما يستطيع أن يتكلم بفتوى يتبناها على الهواء ما يستطيع يخافون يخافون لماذا لمجتمع سينقلب عليهم كيف هذه الفتوى إرضاع الكبير إرضاع الكبير مثلا يقول لك الرضاع مباشرة ما يقدرون كيف وضع فينا وكذا عندنا أمور لو قلناها لتزندق الناس كفر الناس لهم وش عندهم لا بخفيها يأتي مثلا لمسألة لا يقبلها عقل ولا دين عند فتاوى لا يقبلها مسلم مسلم لا يقبلها مسلم لا يقبلها يأتي يخفيها وأحاديث لا يقبلها عقل يخفيهم لماذا يقول حتى الناس رحمة بعقول الناس بدلا من أن يقول سأنقحها وأنظر إليها وأجعل القرآن حكما رحمة بعقول الناس فيقول لا نحافظ عليها ونخفيها يقول عندنا أمور لو قلناها لتزندق الناس نحضر خطورة هذه الكلمات عندنا أمور لو قلناها لتزندق الناس وتكلم بالتحديد مثلا عن رضاع الكبير الرضاع الكبير اتعملت عنه حلقات وتعامل عنه سواء من مسلمين وغير مسلمين وتعاملت أشياء كثيرة عنه الرضاع الكبير يشكل مشكلة أساسية في التراث الإسلامي الرضاع الكبير لأنه موجود نصا في الحديث وتبق أيضا وموجود حتى آيات قرآنية قيل أنها نسخت أو ذهبت مع الريح هذه جملة من أشياء كثيرة التراث الإسلامي تراث يعني ممكن تطلع منه أشياء لا تنتهي لحد الآن أنا لمدة من 2006 لمدة 14 سنة 14 سنة ونحن نظهر للناس موضوع بعد الآخر والحد الآن لم تخلص تلك المواضيع كان في كل حلقة يقولون لي خلصت المواضيع ما عندك شيء لا يوجد الكثير يكفي أن تنظر إلى المجلدات الإسلامية كم مجلد في كل سلسلة تجد 20 مجلد 30 مجلد 40 مجلد في بعض الحالات 3 مجلدات في كده فإذن موجود الكثير من الأمور التي ممكن أن نريها للناس وفي الحقيقة كل الشكر للسوشال ميديا كل الشكر للإنترنت كل الشكر للفضائيات التي جعلت هذا الأمر متاح لما كنت أنا أدرس مقارنة بين الإسلام والمسيحية عبر الراديو كانت الأمور محدودة كان بالكاد تجد بعض الكتب وكتب كتير ممنوعة في العالم الإسلامي لا يسمحون بالنقل لا يسمحون أنه أي شخص يتكلم ولو نقد بسيط آيات شيطانية حكم أصدرت فتوى بقتله آيات شيطانية مقابل ما نقوله اليوم لا شيء كتاب آيات شيطانية لو قرأته مقابل ما يقال الآن على السوشال ميديا لا شيء والرجل اختبأ للسنين وتعرض إلى محاولات اغتيال كثيرة بسبب ما قاله في هذا الكتاب اليوم في الانترنت تجد ما قاله سلمان رجدي مضروف مئة مرة مئة مرة فأنا أقول لكم أنه صعوبة إيجاد شيء زمان كانت صعبة ويعني شبه مستحيلة أحيانا ومع ذلك استطعنا أن نذرس ونعرف كانت بعض المؤسسات متخصصة في إصدار بعض الكتب لكنها قليلة يعني احنا كنا نقرأ كتيبات نداء الرجاء مثلا كانت قليل يعني قصيرة كتب كتيبات مش كتب كبيرة وكان فيها بعض المعلومات وكنا بنشوف وجهة النظر الأخرى التي تنظر للإسلام الآن كل شيء متاح كل شيء موجود ما فيش عذر للإنسان ولذلك أي واحد إذا كان الشيخ وسيم يوسف وهو الشيخ ودارس للإسلام وكما قال تربى بين شيوخ الإسلام ودرس على أيديهم ووصل لهذه القناة عن الترات الإسلامي فيه أشياء كثيرة خطيرة وأنه يخفى منه أغلبه تسعين في المئة مخفية عن أعين البسطاء من المسلمين فإذا إذا كان هو يقول هذا الكلام فأنت بالأحرى أيها المسلم الذي تشاهد هذه الحلقة أو أيها المسلم أنك تبحث وتبحث أنك تشوفه دور ما تخليش الشيوخ هم يتحكموا في مصيرك هم يفتون لك هم يحددون لك كيف تفكر عسر التنوير لما جاء كان عنوانه أنه كل واحد يفكر بعقله مستقلا أنك تفكر بعقلك مستقل عن القطي محدش يقودك محدش يملي عليك محدش يوريك كيف تفكر إذن هذه هي الخلاصة من هذه الحلقة أردت فقط أن أقول للجميع أنه من حقك أن تفكر من حقك أن تسأل من حقك أن تتساءل من حقك أن تنتقد هذا الشيخ قام باللازم وقام بالانتقاد رغم أنه الآن في نصف الطريق لا زال يقبل بعض الأمور لكنه تساءل وصرح بما يدور في خاطره عن أمور كثيرة له كل التحية وأحيي كل واحد يبحث عن الحق ولا يترك مصيره بيد رجال الدين يقرر بنفسه ماذا سيعتقد وكيف سيعتقد أشكركم على متابعة هذه الحلقة وللقاء معكم في الحلقة القادمة بإذن الله إلى اللقاء